الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 الاستجابة المتأخرة لحساس الأكسوجين الإنحناء إلى الأغنياء الصف الأول الحساس 1 ماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام مما يعني أنه ينطبق على المركبات المجهزة OBD2 GMC, Chevrolet, Ford, Dodge, Chrysler, Volkswagen, Toyota, Honda, Elk على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتمادا على الصنع أدرازه عندما تحتوي مركبة مجهزة OBD2 على كود P015 بمخزن فهذا يعني أن وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM قد اكتشفت وقت استجابة متأخر من المنبع الأول بعد خروج العادم من المحرك أمام المحول الحفاز الأكسوجيني أو اثنان جهاز استشعار أو دائرة لبنك المحرك واحد يحدد البنك واحد بنك المحرك الذي يحتوي على الاستوانت رقم واحد يتم تصنيع مستشعارات الأكسوجيني أو اثنان السيارات باستخدام عنصر استشعار ثاني أكسيد الزركونيوم المحمي بسكن فولاذي مصمم خصيصا ومنفسا يتم استخدام أقطاب البلاتين لربط عنصر الاستشعار بالأسلاك السلكية في حزام أسلاك مستشعر أو اثنان المتصل باء PCM من خلال شبكة منطقة التحكم كان يتم تزويد PCM بإشارة كهربائية وفقا للنسبة المئوية لجزيئات الأكسوجيني في عادم المحرك قارنتا بمحتوى الأكسوجيني في الهواء المحيطي يتم دفع غازات العادم إلى مشعب مواسير العادم وأنبوب مواسير العادم حيث تتدفق عبر مستشعر أو اثنان الرئيسي يتدفق العادم عبر فتحات تنفيس المستشعر أو اثنان في الغلاف الفولاذي وعبر عنصر الاستشعار ويتم سحب الهواء المحيط من خلال تجاويف الرصاص السلكية يتم تسخين الهواء المحيط المحبوس في الغرفة بواسطة العادم مما يجبر أيونات الأكسوجين على إنتاج جهد طاقة تؤدي الانحرافات بين تركيز جزيئات الأكسوجين في الهواء المحيط المسحوبة في التجويف المركزي لمستشعر أو اثنان وتركيز أيونات الأكسوجين في غازات العادم المستهلكة إلى قفز أيونات الأكسوجين المسخنة داخل مستشعر أو اثنان بين طبقات البلاتين بسرعة كبيرة وبشكل متكرر تحدث تقلبات في الجهد عندما تقفز أيونات الأكسوجين المتدفقة بين طبقات أقطاب البلاتين تم تحديد هذه الاختلافات في الجهد من قبل بي سي أم على أنها تغيرات في تركيز أكسوجين العادم والتي تشير إلى أن المحرك إما يعمل بشكل هزيل قليل جيدا من الوقود أو غني الكثير من الوقود عند وجود المزيد من الأكسوجين في العادم حالة هزيلة تكون إشارة الجهد من مستشعر أو اثنان منخفضة وتكون أعلى عندما يكون الأكسوجين أقل في العادم حالة غنية يتم استخدام هذه البيانات من قبل بي سي أم في المقام الأول لحساب استراتيجية الوقود وتوصيل الإشعال ولكن أيضا لمراقبة كفاءة المحول الحفازي إذا فشل مستشعر أو اثنان المعني في الدوران بالسرعة أو بانتظام كما هو متوقع على مدار فترة زمنية محددة وتحت ظروف محددة مسبقا فسيتم تخزين رمز بي صفر واحد خمسة بي وقد يضيء مصباح مؤشر عطل تتضمن رموز مشكلات تأخر الاستجابة لمستشعر الأكسوجين الأخرى الاستجابة المتأخرة لمستشعر أو اثنان لمستشعر أو اثنان استجابة متأخرة لللينا الصف الأول الحساس اثنان الاستجابة المؤجلة لحساس بي صفر واحد ثلاثة اف او اثنان استجابة متأخرة للثراء الصف الأول الحساس اثنان بي صفر واحد اربعة اي استجابة متأخرة للمستشعر أو اثنان غنية إلى العجاف اثنان مستشعر اثنان استجابة متأخرة لمستشعر بي صفر واحد اربعة بي او اثنان استجابة متأخرة إلى غنية الصف الثاني الحساس اثنان استجابة متأخرة للمستشعر بي صفر واحد اربعة بي او اثنان استجابة مت حساس 2 استجابة متأخرة مستشعر P015AO2 غنية حتى صغيرة الصف الأول المستشعر 1 استجابة متأخرة لمستشعر P015CO2 غنية إلى مستشعر منخفض الصف الثاني الحساس 1 P015 دي الاستجابة المتأخرة لمستشعر O2 الميل إلى الأغنياء الصف الثاني الحساس 1 شدة وأعراض الرمز نظرا لأن رمز P015B يعني أن مستشعر O2 ظل بديئا أو غير مستجيب لفترة طويلة من الزمن فيجب تصنيفه على أنه شديد قد تتضمن أعراض هذا الرمز إنخفاض كفاءة الوقود نقص عام في أداء المحرك قد يتم أيضا تخزين رموز أخرى لمشكلات التشخيص ذات الصلة محرك الخدمة قريبا إضاءة المصباح الأسباب المحتملة لتعيين هذا الرمز هي مستشعر مستشعرات أو إثنان معطوبة أو محترقة أو مكسورة الأسلاك أو الموصلات غير الموصلة المحول الحفاز المعيب تسريبات عادم المحرك إجراءات التشخيص والإصلاح بعض الأدوات الرئيسية التي قد أحتاجها لتشخيص الرمز P015B عبارة عن ماسح دوئي للتشخيص وفولت رقم أومتر دي في أو أم ومصدر موثوق به لمعلومات السيارة جميع البيانات دي أي وي قبل محاولة تشخيص الرمز P015B يجب تشخيص جميع رموز اختلال المحرك ورموز مستشعر موضع الخانق ورموز ضغط الهواء المتشعب ورموز استشعار تدفق الهواء الشامل وإصلاحها إن المحرك الذي لا يعمل بكفاءة سيؤدي إلى تخزين جميع أنواع الرموز وهو محق في ذلك يبدأ الفنيون المحترفون عادة بفحص مرئي لتوصيلات وأسلاك توصيلات النظام نحن نركز على الأحزمة التي يتم توجيهها بالقرب من مواسير العادم الساخنة والمشعبات وكذلك تلك التي يتم توجيهها بالقرب من الحواف الحادة مثل تلك الموجودة على دروع العادم ابحث في نشرات الخدمة الفنية TSB في مصدر معلومات سيارتك إذا وجدت رن يتطابق مع الأعراض والكود الذي قدمته السيارة المعنية فمن المرجح جيدا أن يساعدك في تشخيص حالتك يتم تجميع قوائم TSB من آلاف الإصلاحات الناجحة بعد ذلك أود توصيل الماسح الضوئي بمنفذ تشخيص السيارة واسترداد جميع أكواد الأعطال المخزنة وتجميد بيانات الإطار قد تكون هذه المعلومات مفيدة إذا ثبت أن P015B متقطع لذا اكتبها لوقت لاحق الآن امسح الرموز ومعرفة ما إذا كان P015B تتم إعادة تعيينه إذا تمت إعادة تعيين الرمز فقم بتشغيل المحرك واسمح له بالوصول إلى درجة حرارة التشغيل العادية ثم اتركه في وضع الخمول مع وجود ناقل الحركة في وضع محايد أو موقف استخدم دفق بيانات الماسح الضوئي لمراقبة بيانات إدخال مستشعر أو 2 تضييق عرض دفق البيانات لتضمين البيانات ذات الصلة فقط وسترى استجابة أسرع وأكثر دقة للبيانات إذا كان المحرك يعمل بكفاءة فيجب أن تتذبذب بيانات مستشعر أو 2 عند التيار بانتظام بين 1 ملي فولت فاصل 100 فولت وتسعة ملي فولت فاصل 900 فولت إذا كانت تقلبات الجهد أبطأ من المتوقع فسيتم تخزين P015B يمكنك توصيل اختبارات DVOM بأرض المستشعر وأسلاك الإشارة لمراقبة البيانات الحية من مستشعر أو 2 يمكنك أيضا استخدامه للتحقق من مقاومة مستشعر أو 2 المعني بالإضافة إلى إشارات الجهد والأرض لمنع تلوف وحدة التحكم افصل وحدات التحكم ذات الصلة قبل اختبار مقاومة دائرة النظام باستخدام DVOM ملاحظات تشخيصية إضافية بمجرد دخول PCM في عملية حلقة مغلقة يجب ألا تعمل مستشعرات أو 2 المتلقية بانتظام مثل المستشعرات المنبع استبدال المحاولات الحفازة منخفضة الدرجة أو المعادي تصنيعها عرضة للفشل المتكرر ويجب تجنبها